أحبائي حبيبتي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لنا عودة معكم مرة أخرى في درس جديد من دروس طبية تشكيلية للمستوى الأول ونقوم استمرين في هذه الفيديو حتى نكملوا المقرر كامل باش نتفرغوا من المقرارات آخرين كما قلت لكم في الفيديو السابق احنا عنا تمرين تمرين سهل جدا يعني ما فيه حتى شي حاجة سبيسيال ما نعملو نشبرو الملعب وغلونوه كما عملنا هذا غلونوهم زيان ومن بعد عاد نطبقو عليه السؤال موضوعين تمرين باك تردش نطبقو منه فهمنا تمرين كما نضيقا نطبقوه نقلو نقل انه يكون نقطة منظمة على النصف الأيمن من الملعب هالنصف الايمن هالي من دياني منظمة نقط منظمة واخرى مباثرة في المنصف الايسر هادي القواري غيرين نضيد دفن يجد أن نشبروا نظام في ص miseخة الألوان انضمتها منظمة نقطة منظمة نقطةمنظمة ستعادلنا رمضة أعلى بذلك الخاتش سوف نقوم بعملها مبعتارة نقطة مبعتارة ونقطة منظمة سوف نقوم بعملها بقلم الرصاص 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 ونقوم بعملها بقلم الرصاص السماء سوف تتميم رسم المطارية سوف تكملها بالرسم تزينها بالنقطة تجلسها قبل أن نعطر نقوم بروق ملوان أسود سوف نقوم بشترز نقوم بشترز نقوم بشترز نقوم بشترز تيض هنا وحد منهم ونقوم بشترز ينظر نقوم بشترز زين يجبت تتعلق نقوم بشترز كبير كبير مشتاة الوناع ضرق الحقائي نلاقيه بعد قرار الان يقوموا بتضرق الحقائي على حقائي يجعلكم تتخيل هذا النظر في 55 مليون لون هذه الصفحة الأولية لقد قلت لكم من المنعكس تلونوا نوه نوه في الصفحة اللي قبل منا نجد هذه القطيرات مع القطوط اللي هم يلعبوا هنا يعدلوا معي العينين والودنين الودنين ساهلين ستطلع الودين هنا وطلع الودين هنا في صافي وهنا ستعمل الحويجبات بحرط هذا الآن نرى الضوار هنا صافي حيننا نكملنا الشرغمت نحن ثانيا نريد أن نضع الوين نريد النقاط ولكننا نضع الوين شوة حمار وزراق والمزيد نريد أن نضع الوين نضع الوين نعمل النقط اللي بغيته. ما قال لي شي عدل القط طابعي خرج ملحوم دينا. مالذي بلاتي 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 نوريكم قططة ديالي. هيا ده عزاجا. هيا ده عزاجا. وها خطاها كتلعب لي بخيوط ده بيسها. شو كي عملولي جوهدي نعسطلي على بوشيطة مالذي بخير. شوفت هناك قطة ديالي ما فيها شي نقاطي. نحن نعدل لها النقاطي. ما شي فيها في الكتاب. نحن نشبر اللون الأصفر. نعمل الشيطة هنا وشيط الشريطة هنا. ونعمل شريطة هنا وشريطة هنا. كما حبيت كما حبيت. شوفت هنا كيف عملنا اللون الأحمر لون أزرق اللي كان. نحن عنا قطة من جن الأحمر. نحن 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 نعمل فيها اللون الأحمر. نحن 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 نح ألون الحيوان الذي يحمل نفس زخرافة الأريكا هل ترون ذلك الحسان؟ هل ترون ذلك النمر؟ هل ترون ذلك النمر؟ سوف نأخذ لون أخضر غامق وننون شرخا او لا شريخا 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 يا كفي جام وكلي غلون هذا النمر هذا هو ابنه انهم يرون النمر انه نمر غشوش الاخضر بحال الاركة لاحظته شفتوها سهل اذا تمارين سهلة مهلة وهكذا نكونوا صححنا التمرين اللي اعطيتكم قبل ما نبدأ الدروس اللي مجيه ان شاء الله بالالوان الاساسية والالوان الثانوية نطلب منكم انكم تقوموا بتلوين هذه الصويرات الصغيرة تلونوها تلونوها كما حبيته هما اعطوكم هنا الانوان الاساسية اللي هي ثلاثة وهما في الاصل ماشي ثلاثة هما خمسة الالوان الاساسية اللي هي الابيض والاسود والاحمر والازرق والاصفر نتوم التمرين اللي عندكم انكم تلونو هات الصويرات واحتهدوا كذلك بالانوان الثانوية باش ان شاء الله الفيديو اللي قديم هنعملوها دور جو درس واحد حيث هو اصلا درس صغير ماشي درس كبير وذاتعرفوا على المزيد من الأعمال يدوية اللي عدلة في هذا الكتاب هذا على امل اللقائي بكم في فيديو قادم ان شاء الله نطلب منكم انكم تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم اجميع الفيديوهات هذا المستوى هذا دمتم في رعاية الله والى اللقاء